أهلا بحضراتكم من جديد والتاريخ يكتب في ميامي تاريخ كان بيكتب في ميامي وفي نفس اللحظة كان أبطال الأهلي في جوهانسبرج بصوا الفوارع شوفوا المسافات الكبيرة بين الحدثين الأهلي بيستعد لتحدي جديد دي لقطات للعب النادي الأهلي لقطات حصرية لشاشة الأهلي وهم بيتابعوا عبر الموبايل البس المباشر بتاع الأرعة وهم فندق الإقامة بيستعدوا لمباراة السابت إن شاء الله تعالى اللي هتبه الساعة 3 العصر مع أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي في دور الأبطال في تحدي جديد لمجد جديد خدوا بالكم النسخة دي مهمة إن شاء الله تعالى الفوز بيها يضمن للأهلي المشاركة في كأس العالم عشرين تسعة وعشرين اللي حصل في ميامي وحلوة الليلة تخلي كل لعبة النادي الأهلي حريصة إن يفضل الأهلي في مكانته الدائمة في العالمية أعتقد دي لحظة بص الناس اللي بتستعد المطش بعد بكرة ومرتبطة بحدث تاني باش مانس يعني بإذن الله يعني الاهتمام ده ينتهي النهاردة بالليل خلينا نروح بقى الحدث اللي هم فيه مش عايزين بقى إيه الانشغالة دي آه طبعا أنا بقى بس هو ما يقدرواش ما يتملوش ما يقدرواش أنا بقولك أمنيتي تخلص آه ما نعيش بقى ونقعد نتكلم فيها اليومين يجاين دوت آه أم تديش نفسك حاجة أنت العالم كله يتحدث عنك آه فما ما تخليش حد يستفزك بأي كلام أنت عارف أن ده كلام للاستهلاك بتاع الاعداد آه إنما أنت المكان والمكانة ده تاريخ حاش يقدر تجاهله وشعة الجاد الأهل يفرد مكانته وعلى المكان اللي هو فيه باستمرار يعني عدد البطولات آه أشاره إن ستة عشر بطولة آه 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 آشار إنه هو نادي القرن آشار إلا إنه آه 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 آشار إلا حاجاتي أستاذ إبراهيم هي النادي بفرادات القيمة ملخص النادي الأهلي آه آه الحقيقة اللي بيجي تكلم عن الأهلي عنده وماشا حلوة تكلم فيه شوف الشناوي والسولية وسام وأعتقد كله بيتفرج وطهر والدبيس آه يعني النهاردة كل واحد من الناس دي آه آه يعني بيحلم بالماتش باللحظة آه طبعا آه عشان كده ده التاريخ اللي بيتكتب لللعيبة دي يا باش مهندس ده الجيل ده مؤكده ده الجيل ده عشان ننصف بها أيوه ما إحنا لما بنعيش الحدث أيوه ما بنقرهوش كويس أيوه أما حنبعد عنده ويبعد عنده الزمن الجميل ده زمن الجميل آوي آه صحيح يعني عدد البطولات في المدة الزمنية آه رائع يعني آه آه يستعقوا كل الدعم مش مش آه يعني ندعم على سطر ونسيب سطر الكلام ده لأ وبعدين بناش مقارنة مين أفضل من مين في لعبتنا اللي عندنا أي يعني آه لا بقارن لعبتي باللي بره أقول لكن اتنين لعب عندي مين أفضل من مين كلهم أولادنا كلهم مكتهدين وكلهم اللعبة تستحق أنها تلبس ونهلة الآلي واللي النهاردة بينحسر عنه التوفيق شوية نفتكر للمطشاط الرائعة اللي ده قالنا ونتمنى أن يعود وحيعود بإذن الله إن شاء الله لا انت قلمست نقطة مهمة باشموندس الإعداد الزهني دلوقت يعني حدث كبير جدا اللعبة بتتابعه ومبارات كبيرة صعبة منتظرهم كمان 24 ساعة إزاي تقدر تخرج من دي لدي شخصية الآلي يعني والناس اللي عمل تتكلم على شخصية الآلي شخصية الآلي مش التكيتك ده اسلوب لعب ومفيش حد بيلعب بنفس اسلوب مدى الحياة ولا كل فرق تتحفد وتنتهي إنما شخصيتك أنت كيف تخوض المعارك الكروية بتاعتك هي دي الشخصية إنك أنت دايما مركز نهم ما بتشبعش من البطولات الإطار الجماعي السلوك والانضباط لو كسبت بطولة بتنساها تاني يوم بتبتدي تحدي جديد هي دي الشخصية الآلي ومش عارزين نخلط الأوراق وإحنا بنتحدث والمفاهيم والمصطلعات ترجمة نانسي قنقر